السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم محبي قناة خبراء اللغة الانجليزية النهاردة ظهرت بالامس شهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية على بوابة الازهر الالكترونية بعد لما مشغط الازهر اعتمدتها اول امبارح يوم الخميس الماضي النتيجة متاحة على موقع رابط بوابة الازهر الالكترونية اللي هنسيبه لكم في رابط اسفل الفيديو وكمان هنشرح ازاي تجيب النتيجة النتيجة متوفرة برقم الجلوس عشان نسهل او مشاخة الازهر تسهل على الناس الحصول على النتيجة طبعا تعرفين دي اول سنة بتتعامل فيها الاختبارات في الشهادة الابتدائية والازهرية بنظام الجديد اللي اعتمده الازهر ودلوقتي هتتجه الى المتسطح بتاعك هتضغط على الرابط الموجود الاسهل الفيديو اللي هو الازهر او ممكن تكتبه كده من الفيديو تمام وهتختار طبعا هو مكتوب نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادات الازهرية الابتدائية والاعدادية 2019-2020 وفي هنا زرار باختيار لو عندك طالب في المرحلة الابتدائية او طالب في المرحلة الاعدادية هتقوم باختيار الابتدائية مثلا وتقوم بالبحث عن رقم الجلوس تكتب رقم الجلوس في الخانة دي وتعمل بحث طبعا الموقع كان عليه ضغط كبير بس دلوقتي ضغط خف وتقدر في اي وقت ان انت تفتح الموقع وتجيب نتيجة اي طالب في المرحلة الابتدائية او الاعدادية خلاص ولو في اي مشكلة وجدكم سيبولي تعليقاتكم في الكمنتس اسفل الفيديو واي استفسار انا تحت امركم ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من قناة خبراء اللغة الانجليزية على اليوتيوب بنتنسوش تسجيل الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس نشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم